استهدف نازحين طيرات طيرات من قال ان القلم لا يمكنه ان يقف امام البندقية من قال ان الاعلام لا يمكنه ان يضغط على مرتكب الانتهاكات وربما ينقذ ارواحا من موت محقق الطفلة سليفا نضال عيسى حرة وبين اهلها كما ينبغي ان تكون هي ومثيلتها بعدما كانت مختطفة من قوات يبغي التبع لقسد الغرض من ذلك اجبارها على القتال في صفوف قسد اعم الفتاة سليفا كان تحدث على صفحته في فيسبوك عن تفاصيل ما جرى لابنة اخيه ذات الخمسة عشر ربيعا وقال انها اختطفت من احد المخيمات الخاضع لسيطرة قسد شمال حلب بعد خمسة عشر يوما تتصل سليفا باهلها وتخبرهم انها في منبج وانه فورض عليها القتال الى جانب قسد لا استطيع التحدث كثيرا يوجد حولي كثير من الناس نحن الان في معسكر للتدريب ارجوك يا امي تعالي وخوذيني من هنا حلب اليوم تواصلت مع عم الفتاة واقمت بتغطية قصة الطفلة سليفا ضمن نشراتها الرئيسية استجابة منها لدعوات الاستغاثة التي اطلقها العم قيام قسد بتجنيد ابنة اخيه القاصر بعد خطفها من احد مخيمات شمال حلب التغطية الاعلامية لقصة الفتاة يبدو انها ساهمت في الافراج عنها عم الفتاة توجه بشكر لكافة وسائل الاعلام التي تفاعلت مع قصة ابنة اخيه من خلال صفحتها الرسمية وكذلك عبر رسائل خاصة ارسلها لتلك الوسائل كتب لسليفا حياة جديدة بعدما كان مصيرها مجهولا وفي مهب الريح كمصير الكثير من الفتيات القاصرات المجندات في صفوف قصد ينتظرنا ربما عودة الحياة الطبيعية كما عادت لسليفا ترجمة نانسي قنقر